موسيقى مصرع العشرات من عناصر الميليشيات حاولت التسلل لمواقع القوات الحكومية غرب مأرف والجو موسيقى استمرار التظاهرات الشعبية الغاضبة في تعزل الأسبوع السادس للمطالبة بإقالة ومحاسبة الفاسدين موسيقى معاناة مضاعفة تكابدها مئات الأسر في الحديدة في ظل استمرار الاستهداف الحوثي للمناطق الآهلة بالسكان موسيقى أهلا بكم إلى التفاصيل هذه النشرة عشرات القتلى والجرحى سقدوا من عناصر الميليشيات الحوثية في كسر محاولة تسلل نفذت هذه الميليشيات نفذت وكانت تريد من خلالها تنفيذ تقدم صوب مواقع القوات الحكومية والمقاومة الشعبية غربي مأرف باءت كلها بالفشل موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 حيث وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات اكثر من 866 انتهاكا مارستها الميليشيا خلال الفترة من 1 يناير 2016 حتى 30 من مارس 2021 في 13 محافظة الانتهاكات الحوثية التي مورست بحق زعماء القبائل في العديد من المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيات تنوعت بين جرائم القتل والتصفية والسحل واحراق الجثث وقتل العديد من المشايخ امام اطفالهم ونسائهم والاختطاف والاخفاء القسري والتعذيب وتفجير المنازل والسطو على ممتلكاتهم الخاصة والتشريد والتهجير القسري الفريق الميداني للشبكة وثق اكثر من 89 واقعة قتل لزعماء قبليين قامت ميليشيا الحوثي بتصفيتهم خلال الفترة الزمنية للتقرير بينهم 41 حالة قتل بطلق ناري مباشر امام اطفالهم ونسائهم اضافة لاحراق 13 جثة بعد القتل و16 حالة قتل وسحل وتمثيل بجثث الضحايا و10 حالة تصفية واغتيال 9 حالات قتل دهس بالاطقم العسكرية التابعة للميليشيات تم توثيقها ايضا ونحو 25 حالة اصابة طالت شخصيات اجتماعية بالاضافة الى 52 حالة اعتداء وضرب واكثر من 47 حالة اعتقال واخفاء قسري طالت المشايخ والشخصيات الاجتماعية في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثيون نفذوا كذلك اكثر من 42 حالة اعتقال واخفاء قسري طالت ابناء واشقال بعض الشخصيات والوجهات الاجتماعية ونحو 78 حالة نهب لممتلكات خاصة واحتلال واكثر من 165 حالة نهب للسيارات مختلفة الانواع وشاحنات ومولدات كهربائية مختلفة الاحجام وبطرق تكشف حقيقة الميليشيات الهمجية واسلوبها الترهيبي ضد من لا يؤمنون بخرافتها ومشروعها العنصري وفكرها الدخيل وللحديث حول هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف السيد محمد العمدة رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات سيد محمد اهلا ومرحبا بك اهلا وسهلا فيك اخي الكريم وبجميع المستمعين والمشاهدين الاتارم وشكرا لكم على تصليف الضوء على هذا التقرير اهلا بك اذا انت بعملك رئيس شبكة الحقوق والحريات كيف ترى الى استراتيجية الميليشيات الحوثية في استهداف رمز القبيلة وكيف انعكس ذلك طبعا على المجتمع بشكل عام اولا في البداية دعني انوهنا ان هذا التقرير الذي تم رصد 68 حالة اه الى ان هذا التقرير لا يغطي كافة انتهاكات جرائم الحوثية بحق زعماء القبائل والشخصية الاعتبارية من حيث الزمان والمكان ولكن ما تم توثيقه هو كافي لتوضيح فداحة وضع فقوق الانسان وتوضيح ايضا وحشية جرائم ميليشيات الحوثية بحق رؤساء وزعماء القبائل اليمنية في المحافظات التي تسيطر عليها وخصوصا المشايخ اولئك الذي كان لهم اليد في اسقاط المحافظات اليمنية في الميليشيات الحوثية واسقاط مؤنسسات الدولة طيب يعني كيف يفهم كيف يفهم قتل مثل هؤلاء المشايخ الذين قاموا بتسهيل دخول الميليشيات الحوثية وما هي ايضا الرسائل التي يمكن ايصالها طبعا للمجتمع بشكل عام من خلال هذه التصرفات طبعا من خلال الفريق الميداني الرافض ومن خلال الشهادات التي تلقها الفريق والبلاغات التي تلقها الفريق من زعماء القبائل اليمنية ومشايخ القبائل جميع الشهادات والبلاغ تؤكد لنا ان الميليشيات الحوثية لا يمكن التعايش معها ولا تستثني اليوم احد الجميع اليوم اصبحوا هدف للميليشيات الحوثية ولبطش هذه الميليشيات سواء من من سندوهم او غيرهم الذين نازلوا صامتين في ظل حكم الميليشيات الحوثية وسطوى الميليشيات الحوثية في المحافظات التي تسيطر عليها طيب سيد محمد يعني التوثير اصابة لا تقبل دعني اكمل الفكرة فقط هذه الميليشيات اصابة لا تقبل بغيرها سواء في السلطة او الثروة او العيش المشترك خاصة اولئك المشايخة الذين لا ينتمون اليها سياسيا تقوم هذه الميليشيات اليوم باستبدالهم بآخرين يؤمنوا بعقيدتها القرافية والسلالية والكانوتية طيب طيب مثل هذا التوثيق محمد اذا سمحت لي يعني مثل هذا التوثيق ومثل هذه الارقام هل هي لمجرد التوثيق والاحتفاظ بها ام تقوم بالرفع الى المجتمع الدولي بأي طريقة او وسيلة لا 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 يمكن ان تظل مثل هذه الجراعم والانتهاكات خصوصا الذي تم توثيقها بحق ضعامة القبائل حديثة الدروج وانما سيتم اولا ايصائها في جميع المنظمات الدولية ذات الصلاة والمحافل الدولية ومجلس حقوق الانسان ايضا نحن نطلع اولا باول مكتب المبعوث مبعوث الامينة العام للأمم المتحدة بجميع الجرائم التي تقوم بها مليشيات الحوثي نحاول ايصالها الى جميع المنظمات الدولية المهتمة هذه الجرائم التي قامت بها مليشيات الحوثي خاصة بحق زعماء القبيلة فقط وهو تقرير نوعي خاص بالمشائخ والزعماء التي قامت مليشيات الحوثي بتوصيتهم نعم جميع هذه الجرائم هي جرائم ذات طابع سياسي يقصد منها كسر نفسيات المجتمع واجبارهم على الطاعة والامتثال لهذه المليشيات الحوثية نعم اليوم الاطعان في الجريمة خاصة عند تنفيذها من قبل هذه المليشيات الحوثية يوضح لنا تماما ان هذه المليشيات لا يمكن التعايش معها سواء اولئك الذين نازلوا صامتين او اولئك الذين نازلوا صامتين هذه المليشيات الحوثية نعم والتصرفات واحدة سيد محمد نعم أشكرك جزير الشكر على كل هذه الإضاحات سيد محمد العمدة رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في تعز ما يزال الشارع يغلي ضد الفاسدين للأسبوع السادس على التوالي دون استجابة حيث خرج العشرات في تظاهرة إلى مقر السلطة المحلية المؤقت منددين بأشكال الفساد الذي يمارس في تعز مدنيا وعسكريا وكذلك أمنيا محذرين في الوقت ذاته من مغبة حرف مسار الاحتجاجات السلمية وعدم الانتقائية في ترحيل الفاسدين يا رئيس الدولة يا حكومة يا شرعية أنتو أهمتونا أنتو بسلموا الرواتب للأسبوع السادس توالي أن تواصل الشرعية صم آذانها عن خروج الشارع في تعز الذي مهما أرهقته شمس الظاهرة تظهر المطالب أنها من تدفع بالشارع للغليان من جديد تعز هي النسخة المشوهة للتحرير المنقوص والمستقبل غير واضح المعالم لشارعية لديها اعتراف دولي ولم تعترف هي أصلا بالشعب الذي تحكمه بل يتناقص الاعتراف الشعبي بالشارعية يوما بعد آخر بعد عجزها عن توفير أهم احتياجات من تحكمه نحن نرفوب الانتقائية في عملية مكافة الفساد نحن نطالب بإيقاع كل الفاسدين في السلك المدني وفي السلك العسكري تاتي الانتقائية في إزاحة وإزالة وإيقالة الفاسدين بعدما تم الإيطاحة بعدد من المدراء منهم القائم على تجارة والصناعة والكهرباء وبرغم هذه الإيقالات غير المجدية فالوضع لم يتقير ولم تلمستعز أي تقدم على واقعها المرير الذي ما يزال فيها محافظها عبارة عن شماعة يتم التعليق على ظهره كل الفساد بينما اللوبي الحزبي وهو الأساس في التحكم بمفاصل الدولة واستشراء الفساد حد قول المتظاهرين حتى الرئيس الشرعي الذي نظر بعين الرضا على من يمارسون القتل والفساد في الأرض وفيما يبدو أن سلطة الفساد في تأز شكلت لها لوب فاسد سيطر على قرارات الرئيس الشرعي وأقنعه عن تأز قطاع منفصل وهذا اللوبي اللعين هو من يتحكم بثروات تأز وأن تجى سلطة لا ترى إلا المال فتقصده والثراء فتعبده وتأتيها قرارات الرئيس وفقا لمنظومة الفساد بأشكالها المختلفة وها هي سلطة الفساد في تأز توفر الأمن والحماية للقتل والمعتدين على الناس وعموالهم بأشكاله المختلفة قد تنتهي بهذا البيان تظاهرة تأز في الشارع لكن الأخبار من هناك لم تنتهي بعد فقد أغلق عشرات الجرحة تسعة من المكاتب التنفيذية والإيرادية هي مبنى ديوان محافظة تأز ومكتب الضرائب والمالية ومكتب وزارة الاتصالات ومكتب الجمارك والخدمة المدنية ومكتب التربية والتعليم يأتي هذا التصعيد في ظل موت سريري تعانيه الشرعية في تأز واحتجاجات واسعة تداخلت بعضها ببعض فمن نزول محور تأز المطالبة برواتبه والذي رآه البعض أحد صنوف سرقة شعبية التظاهرات إلى نزول الجرح اليوم والتنديد بسرقة المحافظ المعمري لمخصصات علاجهم واستثمار المبالغ المهولة لصالحه الشخصية هذا وتعاني تأز من ضيق معاش للساكنين فيها خراب ودمار لم يتم إعماره وضيق يوما بعد آخر لوسائل العيش منها الرواتب وانهيار العملة وارتفاع جنوني في أسعار السلع الغذائية كما تعاني تأز من تراجع كبير في الخدمات المقدمة للمواطنين من كهرباء وغاز ونفط أما ما يزيد الطين بالله فهو التحكم الحزبي بكامل مفاصل الدولة والإبقاء على وجه نبي الشمسان كمحافظ لحمل كل هذه المصائب في عملية غسيل وتبييض سياسي لما يدور في تأز من انتهاكات ممنهجة يقوم بها لوب الفساد المتمثلي في حزب الإصلاح ذراع الإخوان المسلمين في اليمن يوكابد اليمنيون معاناة إنسانية هي الأسوأ في العالم ما اضطر الكثيرون منهم إلى طلب اللجوء والتنقل بين البلدان علهم يجدوا من يحتضنهم لكن الأبواب كلها أوصدت في وجوهه ما جعلهم عرضة للإهانة والضياع في مطارات العالم وصد تخلي السفارات والقنصليات اليمنية عن مسؤولياتها في وضع حلول عجلة لهم بسبب الوضع هل في اليمن اضطرت أن أغادر من اليمن بحثا عن حياة كريمة البحث عن حياة كريمة وأمن وأمان كانت الدافع وراء اتخاذ مروان القحطاني قراره باللجوء إلى الخارج بعيدا عن الوطن الذي طحنته الحرب منذ أكثر من ست سنوات لكن رحلة مروان كبقية اليمنين كانت معاناة خالصة حيث لم يعبر أي من مطارات العالم لأنه يحمل جوازا يمنيا وظلت تتقاذفه المطارات ككرة اللهب ليظل طيلة شهر كابل في رحلات ذهاب وإياب بين الإكوادور وتركيا ومصر والمكسيك أنا الآن هنا قاعد لي شهر رايح جاي رايح جاي شهر كامل وأنا في مطار السنوات شهر كامل هذه التلاك شهر كامل ووسط هذه الدوامة كان تعاطي القنصلية اليمنية في تركيا سلبيا مع مشكلة مروان حد تعبيره ما يعكس أن اليمنيين يتركون لوحدهم في الكثير من المطارات دون معالجة مشاكلهم في المقابل أكدت الخارجية اليمنية أنها تتابع مشكلة مروان واثنين آخرين عالقين في مطار اسطنبول وأن توجيهات للقنصلية اليمنية في تركيا بمعالجة مشاكلهم وتأمين عودتهم إلى عدن العودة إلى أرض الوطن ليست حلا وفق مراقبين فلو كان الظروف البلد تسمح بتأمين حياة كريمة لم اختار القحطاني وغيره اللجوء أصلا لكن في الجهة الأخرى ثم تم يؤكد أن العودة سالما إلى أرض الوطن خير من العودة في توابيت محمولة وجثثا هامدة كحال بطل الكونغفو اليمني هلال الحاج والصحفي الرياضي محمد الأهدل الذين ابتلعتهم مياه البحر المتوسط في طريقهم للجوء إلى أوروبا معاناة القحطاني واحدة من آلاف القصص الإنسانية للاجئين يمنيين ظنوا أنه لدى إقلاع الطائرة التي تقلهم من المطارات اليمنية سيبدأون مرحلة جديدة في حياتهم ويحققون أحلامهم لكن تلك الأحلام لا تلبث أن تتحول إلى واقع مأساة وتوصد في وجوههم أبواب الوصول في مطارات العالم ليظلوا عالقين دون التفات إلى معاناتهم من السفارات اليمنية أو المنظمات الدولية المتشدقة بالدفاع عن حق اللجوء وحقوق اللاجئين نجل محامي وضاح قطيش من محاولة اغتيال في صنعاء وأكد الناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي تعرض المحامي قطيش الموكل بالترافعي في قضية الشاب الأغبري لعملية طعن في الوجه وطلبوا بتوفير الحماية اللازمة للمحاميين والقضاء الذين يتعرضون لانتهاكات متواصلة في المناطق الخاطعة لسيطرة المنشيات تعرض الزميل محمد العزيزي الصحفي بصحيفة الثورة لاعتداء همجي من قبل مجموعة من الأشخاص وأفاد صحفيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الزميل العزيزي تعرض لاعتداء آثم أمام منزله من قبل مجموعة أشخاص بشكل عدوائي وهمجي واستغرب الصحفيون وناشطون في صنعاء من رفض قسم 26 سبتمبر تقييد البلاغ ضد الجناء رغم الجريم المشهودة ويتعرض الصحفيون والناشطون في المناطق الخاطعة لسيطرة الميليشيات لاعتداءات متواصلة وتهم كيدية تلفق بحقهم من أجل تبرير الاعتداءات عليهم وتواصل ميليشيات الحوثي جرائمها بحق المواطنين في مناطق سيطرتها حيث أقدمت مؤخرا على قتل أحد المواطنين في مدينة ياريم محافظة إب بدم بارد وذلك أمام مواطنين حيث وثق أحدهم عملية قتل المواطن عبر كاميرا مثبتة في الشارع الذي حدثت فيه الجريمة وتزايدت الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين وتزايد الصدب المسلح والسلب والنهب في المناطق الخيضة على سيطرة الميليشيات بشكل منحوظ في الفترة الأخيرة وفي إب أيضا قال مواطنون إن طفلا في الخامسة من العم والدته توفي غرقا عندما جرفتهما سيول الأمطار التي شهدتها المحافظة يوم أمس الأول وجرفت سيول الأمطار الطفل محمد جميل الزخامي ووالدتها أيضا أمت الله عادل البخيتي من إحدى الشوارع الفائضة بالمياه وصد المدينة وأكدت المصادر أن المتطوعين ساهموا في البحث عن الضحايا بعد انتهاء السيول حيث تم العثور عليهم بمقربة من نبنى الجوازات جنوب المدينة ومع موسم الأمطار تزيد حوادث الغرق وسط السيول إثرى تعطل البنية التحتية لقنوات تصريف المياه ما يجعل شوارع المدينة تفيض بالمياه المتدفقة عند هطول أمطار غزيرة في الحديدة تعيش أسرة الحاج محمد دبز الذي هجرته ميليشيات الحوثية من قرية ضمي جنوبي في مدينة حيث يعيش مأساة إنسانية حيث يعيش هو وابنه في عشة يحشرون أنفسهم بداخلها دون أبسط متطلبات الحياة على ضفاف السهل التهامي تسكن أسرة الحاج محمد أحمد دبز في قرية العكش غربية مدينة حيث بداخل كوخ مكشوف للطبيعة ولا توجد بداخله أدنى مقومات الحياة سوى عشة متواضعة صنعوها بأيديهم وقعلوها مأول لهم لكنها لا تقيها محر الشمس ولا برد الشتاء نحن نازحين في نظام هنا دارين في الحكش في الحكش لا يعني لكثير ولا كثير نحن تحتر بالهم حتى تسمع موح أننا بناشي بنروح أننا بناشي معهم منهب فين رح في هذا الكوخ أو ما يسمى بالمنزل فصلا آخر من مأساة الإنسان التهامي إذ تسكن فيه أسرتين الحاج محمد وابنه يحشرون أنفسهم بداخلها ولا تغني الكلمات في وصف معاناتهم ولا القور الذي أصابهم فالصورة هنا أبلغ من الكلام في المقابل يبرز قليا غياب ودور المنظمات الإنسانية التي باتت تتاجر بمعانات النازحين وأصبحت عاجزة عن توفير أبسط الاحتياجات الضرورية ومتطلبات البقاء على قيد الحياة نازحين هنا من يوم نحرب بدأنا لا هنا يوم نحرب لكن لا نحصي حاجة والله ما نحصي لا بره ولا يسوى لحنا بناشي أن نتسجل وليتحني حاجة جاءت سلنا هنا ونسقي فضحنا هذين آلثة أربالو تنتشلوا كله رحنا ننشث مام وقالوا نحفظ بألف ما حصلنا الشي رحنا جلوس لنا هنا مدد لنا منها بلا مرح ومحرق ومشمل ومنها من نبال جسينا لنا الآخر محمد أحمد دفز نازح من نازحين قرية الضمي وهو يعول أسرتين في مكان حش كما شاهدتم ولن يجد مكان للنزوح أو المأوى نناشد المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي باللفتة الإنسانية البحثة لهؤلاء الفقراء والمساكين وإنقاضهم كونهم نازحين لم يجدوا أي مصدر للعيش أسرة الحاج محمد دفز واحدة من مئات الأسر التي هجرتها ميليشيا الحوثي من القرى الخاضعة لسيطرتها لقأوا إلى مركز مدينة حيس بحثا عن الأماني وعن سقف يسترهم ويقيهم الحر لكنهم لم يجدوا شيئا في رحلة نزوحهم داخل هذه المدينة الممزقة قراء الحرب بعد أن خذلهم اتفاق ستوك هولم وقعلهم ضحية للتحرير المنقوص الذي فاقم من معاناتهم وفتح شهية الميليشية لارتكاب مزيد من القرائم والانتهاكات بحق اليمن واليمنيين أسان بكري لقناة اليمن اليوم مديرية حيس الفديدة تتابعون بعض الفاصل الصحة العالمية تشدد على ارتداء الكيمامات ومخاوف من تفشي المتحورة دلتا بشكل يصعب السيطرة عليها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بكم معلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة هوبا كورونا تسجيل حالتي وفاة مثلها اصابات جديدة في ثلاث محافظات وضف في حسابها على تويتر انه تم تسجيل حالة وفاة في حضر موت واخرى في لحج فيما تم تسجيل حالة اصابة جديدة في عدن ومثلها في حضر موت ليصبح اجمالي الحالة المؤكدة ستة الف وتسعمية وثمان حالات منها الف وثلاثمائة وستون حالة وفاة واربعة الف وخمس وعشرون حالة تعافي اشتركوا في القناة عالميا تخطى المصابون بالفيروس التاجي في العالم حاجز مائة وواحد وثمانين مليونا وسبعمائة الف شخص في وقت يشهد العالم موجة جديدة من هذا الموابع ادت هذه الموجة الى عودة عدد من الدول الى تشديد الاجراءات وذكرت اخر الاحصايات ان عدد المصابين بكوفيد ناينتين تجاوز مائة وواحد وثمانين مليونا وسبعمائة وستة وعشرين الف شخص فيما تجاوزت الوفاية ثلاثة ملايين وتسعمية وستة وثلاثين الف شخص وتوجه ايضا عدد من تم شفاءه من المرض المائة وستة وستين مليون ومائة وثمانية وعشرين الف شخص طلبت منظمة الصحة العالمية سكان العالم بالالتزام بارتداء الكمامات حتى ان كانوا مطعمين ضد فيروس كورونا ومع انتشار اجراءات الدول التي تمنح المطعمين حرية خلع الكمامة حذرت منظمة الصحة العالمية من تلك الخطوة وقالت انه بالنسبة لمن حصلوا على جرعتها اللقاح فان ارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الاجتماعي امر ضروري للحماية وذلك تحديدا من حمايتهم من متحور الدلتة الجديدة واعلنت مساعدته المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي من مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف ان الناس بحاجة الى الاستمرار على استخدام الكمامات والتواجد في اماكن جيدة للتهوية والحفاظ على نظافة اليدين والالتزام بالتباعد وتجنب الازدحام في روسيا اعلن عن عدد قياسي من الوفايات جراء كوفيد ناينتين في مؤشر على تواصل تدهور الوضع في البلاد التي ترزح تحت وطأة نسخة جديدة من كورونا المتحورة دلتا اذ سجلت موسكو مائة واربعين حالة وفاة في اسوأ حصيلة منذ بداية الوباء وسجلت سان بادرسبونغ ثاني المدن الروسية مائة وسبع حالة لكن المسؤولين في سادس اكبر الدول تضررا بالوباء في العالم واكثرها تضررا في اوروبا متهمين بتقليل شدة الجائحة في البلاد وفي البرتغال تحاصر المتحورة دلتا البلاد حيث افاد تقرير ان 70% من الاصابات بكورونا في منطقة اليشوبونا هي من السلالة دلتا والاشهد عدوى وقال معهد الصحة الوطني ان السلالة دلتا التي جار رصدها اول مرة في الهند تمثل 51% من الاصابات في البر الرئيس للبرتغال ما يدل على ان هذه السلالة تنتشر بسرعة كما حدث في البريطانيا في استراليا عادت السلطات فرض الاغلاق التام في كل ارجاء مدينة سيدني التي تواجه ارتفاعا كبيرا في عدد الاصابات بفيروس كورونا انطلقت في العاصمة العراقية بغداد اعمال القمة الثلاثية العراقية الاردنية المصرية التي ضمت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك الاردنية عبدالله الثاني ورئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي ناقشت القمة تفعيل جميع الاتفاقات التي تم توقيعها خلال القمتين الماضيتين في القاهرة وعمان في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والطاقة والنفط والكهرباء واكد الرئيس السيسي في بداية القمة حرصه على تطوير العلاقات المصرية العراقية نحو افاق ارحب تؤكد وحدة الهدف والمصير وثمن السيسي الموقف العراقي والاردني في دعم حقوق مصر المائية مؤكدا ان حقوق بلاده المائية تطبط ارتباطا وثيقا بالامن القومي العربي مشددا على ان بلاده تؤيد الحقوق المائية لكل من العراق والاردن في لبنان عادت الاحتجاجات الشعبية الغاضبة الى الواجهة حيث قطع متضاهرون الطرقات في مناطق عدة رفضا للأوضاع الاقتصادية المتردية وتراجع الحاد في قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار نعم تتابعون مشاهدين بعد الفاصل ميليشيا الحوثي ترفض التعامل بالطبع الجديد لمواصلة التضييق وابتزاز المواطنين والتجار ترجمة نانسي قنقر تم تدمير المسجد بالكامل كما ترون عمامكم تدميره بشكل كامل المصاحف تمت رقمت في كل مكان واثاث المسجد قرام هذا الضرب هذا عبد ما حاجة أمزل يا عباد الله انظر على المكان يا باكم منا حوالي ثمانين فرع منهم صواريخ ومنهم هونات منهم العلغام والبلاوي حين كنا هما المتحدة يا منظمات وانجانية من الآثار التي خلفتها ميليشيا الحوثي والإجرام هي تدميرها للمساقد ودور القرآن الكريم لن تسلم من هذه المسيرة الخبيثة نعود إلى مستجدات الوضع في لبنان حيث بركز هذا التقرير على احتجاجات الشعبية الغاضبة الأخيرة وصلت الأوضاع في لبنان في الأيام الأخيرة إلى مستوى غير مسبوك من التوتر بسبب الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية وفقدت العملة اللبنانية 90% من قيمتها محطمة مستوى قياسي للهبوط في وقت سابق هذا الشهر وكان المصرف المركزي اللبناني قد قلص الدعم مع انخفاض احتياطيات العملات الأجنبية من 30 مليار دولار في بداية الأزمة في كتوبر عام 2019 إلى ما يقرب من 15 مليار دولار حاليا وانخفضت القوى الشرائية لدى معظم اللبنانيين ويعيش أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر كما أن هناك نقصا حدا في البنزين والأدوية ومنتجات رئيسية أخرى ويستمر انقطاع الكهرباء معظم ساعة اليوم وعادت الاحتجاجات إلى شوارع لبنان السبت وسط قيام متظاهرين بقطع الطرقات في عدد من مناطق البلاد تنديدا بالوضع الاقتصادي المتردي والتراجع الحاد في قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار وأقدم المحتجون على قطع الطرق الدولية التي تربط المناطق والمحافظات قبل أن يتدخل الجيش مرارا من أجل فتحها وشهدت المحالة التجارية أكبالا كثيفا من المواطنين على شراء المواد الغذائية لتخزينها في حين أقفلت محلات أخرى أبوابها للحد من خسائرها في ظل التراجع المستمر للليرة اللبنانية وتبدو حكومة حسان دياب عاجزة عن إقناع الشعب اللبناني بصوابية قراراتها لمعالجة مشاكل لبنان المتراكمة وتبدو لبنان على حافة الهوية لانفجار غضب شعبي عارم لا يعرف أين سيصل مدى على النخب السياسي اللبناني أكد خبراء اقتصاديون أن قرار الحكومة بطباعة نقود جديدة بنفس أرقام الفئة النقدية القديمة هدفه توحيد النظام المالي في اليمن وتجفيف أهم موارد الميليشيات الحوثية رغم تحذيرات الخبراء والمجتمع الدولي مبكرا من إقحام الورقة الاقتصادية في الحرب العبثية وضرورة تحييد الاقتصاد الوطني عن صراع لتستمر الحياة ومصالح الناس إلا أن الميليشيات الحوثية تتعمد العبث بهذه الورقة منذ أن وضعت يدها على كل ما يتعلق بموارد البلد ولقمة العيش لتتسبب في كوارث متلاحقة وأكبر معاناة إنسانية في العالم كنتيجة لعبثها السلطوي وجهلها بقواعد إدارة الأزمات ورفضها للسلام بدءا من سيطرتها على البنك المركزي وإفراغه من السيول المتداولة والاحتياط النقدي مرورا بحرمان الموظفين مرتباتهم طيلة ست سنوات لتمويل مشروعها العنصري ومعاركها العبثية وتصنيعها الزائف وصولا إلى الهيمنة على إيرادات الدولة من زكوات وضرائب وجمارك واتصالات ونفط وغاز وأوقاف وعقارات وليس انتهاءا باستحواذها على كل المساعدات الإغاثية وبرامج الدعم الدولية في إطار سياسة ممنهجة لإفقار اليمنيين أخر هذه الحماقات إصرارها على تقطع للعملة المطبوعة من قبل الحكومة فما أن وصلت دفعتها الأخيرة حتى باشرت الميليشيا منع تداولها في مناطق سيطرتها وإطلاق حملة مسعورة تهدد بمصادرتها واتخاذ إجراءات رادعة ضد المتعاملين بها والترويج بأنها عملة مزورة تمهيدا لسرقتها من المواطنين كسابقاتها رغم علمها بتداخل المواطنين والمصارف وتجار والمستثمرين وترابط مصالحهم من صنعاء إلى المهر ودون أن تأبه بما تعني هذه المصادرة من أضرار فادحة عليهم يأتي هذا المنع وشيطنة السيولة الجديدة في الوقت الذي تقوم فيه الحوثية بمساومة الحكومة على التقاسم والمطالبة بنصف الشحن المطبوعة كي تسمح بتداولها في تنقض فاجر يكشف القناعة عن انتهازية حوثية لا يهمها سوى التشبث بالسلطة وابتلاع أموال المواطنين وإطالة معاناتهم خبراء اقتصاديون أكدوا أن عبثا كهذا لا ضحية له سوى المواطن ولقمة عيشه ونشاطات المصارف وتجارة ولن تتضرر منه سوى عملة وطنية تزداد انهيارا بسبب اضطرار المواطنين لاستبدالها بعملة أجنبية ولن ينتج عنه سوى زيادة نسبة عمولة الحوالات في محال الصرافة التي يتحملها المواطن فضلا عن الغلاء المتصاعد لكل شيء الخبراء أشاروا إلى أن طباعة عملة اضطرارية الهدف منها ضخ سيولة نقدية لسد الاحتياج ومن بين المستفيدين منها مواطنون بالملايين يتسلمون حوالات إسعافية من أقاربهم في الداخل والخارج وموظفون بالآلاف يتسلمون رواتبهم القادمة من عدن بعد أن حرمتهم الحثية من مرتباتهم للعام السابع وبنوك ومصارف تتنقل حوالاتها بين كافة المحافظات وتجار ومستثمرون تتنقل منتجاتهم ومبيعاتهم بين الأسواق اليمنية كلها وتتعامل بعملة الدولة علاوة على ما يعنيه منع تداولها في صرعان من تكريس لوضع شطري آخذ في التشكل سيؤدي لتداعيات كارثية على المدى المنظور بسبب جنون حوثي أعمى لا يقرأ الواقع المتشضي جنوبا وشمالا ويصر على أن يقود اليمن إلى مفترق طرق وفرض أمر واقع أشبه بالعزلة التي سادت حقبة الإمامة البائدة وحكمها ثلوث الفقر والجهل والمرض تذكير بأبرز عنوين هذه النشرة مصرع العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية حاولت التسلل لمواقع القوات الحكومية غرب مأرب والجو استمرار التظاهرات الشعبية الغاضبة في تعزل الأسبوع السادس للمطالبة بإقالة ومحاسبة الفاسدين ومعاناة المضاعفات وكابدها مئات الأسر في الحديدة في ظل استمرار الاستهداف الحوثي للمناطق الآهلة بالسكان ألقاكم على خير بإذن الله في النشرة القادمة إلى اللقاء اشتركوا في القناة